موسيقى ساعة أربعة ونصف وبدأ بيها بلها درني بسركين وكانت أعلم الموت ضد طعنات إلى لوكيشن آخر وتحديدا من النجف الأشرف ضياء هو شاب من أهالي الديوانية لكن يعمل في محافظة النجف تحديدا في مطعم بالنجف صار بينه وبين زميل إله بالعمل مشاجرة عادي مشكلة تصير في مكان العمل تم التراضي وتم الصلح بيناتهم لكن وراء ساعتين قام هذا الزميل زميلة بالعمل بسحب سكين وطعنا ثلاث طعنات قاتلة يعني واحدة منهم كانت في الأمعاء المعتدي سلم نفسه إلى السلطات والآن هو مسجون لكن الحادثة اللي صارت صراحة يعني هزت النجف والناس هناك يعني هيش جريمة بهذا المكان وبين أصدقائفين هذه تعتبر مشكلة طبعا نراسلنا محمد رزاق وفانا بهذا اللقاء مع المصاب والدة حتى نطلع أكثر على القصة وكفاصلها خلونا نشوف شكرا لك زميل مازن نحن الآن في مستشفى الحكيم الآن بمحافظة النجف حيث كتب الله لضياء عمرا جديدا بعد أن طعنه أحد أصدقائه أو أحد زملائه في العمل سنترك الحديث لضياء حتى نتعرف على القصة كاملة الحمد لله على السلام أخ ضياء شون اللي صاروا ياك بالعمل وشون مصير اللي ضربك ويعني تفاصيل عامة عن القضية شكرا بسيطة بين البناء وورا ساعة ساعتين طحت علي حبيت وراضيته والأمور طبيعية ساعة أربعة ونصف وبدأ بيها بالهذا ضررنا بالسكين وكانت نعلم أن موت ثلاث طعنات ثلاث طعنات ضربة نير بصابي وحدة باللمعامات وقد شود ثلاثة هالكلام هم مضم الكادر المطعم ومن نقلونا كلهم ويحافظهم زرح تشيب تفاصيل يعني المشاجرة شون بديت يعني في بداية الأمر شون بديت المشاجرة شون تصالحتو شون هو هجم عليك يعني هاي التفاصيل إذا تحب تذكر طبعت لي قيتها بالمطبخ صحة لما أجب أمري دزلتي على دارة بعدين جاوز علي ضربتاني دفعتم ودفعة صارت بسيطة طحت علي حبيت راضيته بالمشاجر الأولى خنقول أوسوء فيهم الأول ساعة 22.30 ونصف طحت علي حبيت راضيته قلت لعنده شيء قال لها ما عنده شيء لهمور طبيعية صالحتو صالح لكل شيء ما عندهان الساعة 4.30 خضانة قدر 4.30 هجم عليها زيان وحدة شون يعني حسب معلوماتي اللي جمعتها مخططيها بالحامة من الشامية اسمه مصطفى علي محمد بالمناسبة هت من وين حضرتك واتش تغل بالنجف شغلي آن دوانية بيتنا وخضاصة دير شغلي بالنجف يعني صار لبرج العشرة نوات بالنجف والحمد لله والشكر ما مرض عليه حاله لا هواية مطعم يشتغل ما تذكر اسم المطعم هواية بس مثلا ما شجرة ما شفت يعني ما نموت وكان الله عمال الحمد لله والشكر كم مطعمة ضربك ثلاثة وحاليا وين هو هسا المتهم هوا بالسجن بارح أسلم نفس الساعة عشر ونص بس المسنود ما ترسى ما أسلم طيب إتي من خلال عملك أكيد مثلا ما أعرفت شون السبب اللي هو بعد ما صالحت وهجم عليك أكومت مثلا واحد دفاع بقى فتشي بنفس يتش تفسر هالوضعية عالم ما أدري يعني مو قصة بخوفة لا يبسا أنا ما أعرف وانا مشكلة ما عدنا مغثة يعني صالحته خلاص ما عد شاء ومثل ما تقول زميلي بالعامل يعني جاي شوفه يشوف لأكتر ما أشوف أهله ولا مثل سابقة عنده مثل مغثة شغلت مثل بس هو محترف على بلد اللهوية مطلع عليه من غادة اللمات وانا نجا تقلل لجنة مات تحقيق ماتي ما لها أصل والشهود مات ما عد شهود هو بلد اللمات وكيدكو كاميرات مراقبة وكو تصوير واضح كاميرات فيديو كامل عندي شون ضربني وعدي شهود خمسة لأخمسة لأربعة الحمد لله على السلامة ضياء عمي أبو ضياء شون وضعها حاليا بالمستشفى شون وصل للمستشفى وشون يعني شون يقول لكم الطباء عليها والله الطباء قالونا نجدون بسم الله الرحمن الرحيم نجدون الطباء خبرونا وجينا لمستشفى نقلنا بنا مصارينا طالع الكبد كلها طالع مالته ومضروب طعنتين أو نسوينا أول عملية تقريب بدلت العملية من الأربعة العصور لحد عهد العشرة بالليل ما نجحت العملية أول يوم ندرنا لتقريب 18 بطل ديم و38 بطل ملازمة ما صارت ما نجحت العملية ما سطر لها قال هو بين حياة والموت وقال ميت يعني أطيكم بيتها لقدام قلكم ما أقدر طاول لياكم ويعني لو متوفي لو بالبنك لو بالعملية لقدام هو ميت يعني جسمه انتفخ يعني ما تشوفه لا عيون ولا رجديا أول انتهى يعني فإن مرة انتهى يعني لأنه صار عند النزيف داخلي والنزيف الداخلي سبب إلى إنشاء الله الداخلية يعني وتخربطها بالوضع إيها يعني هو ميت ميت وحتى الدكتور قال لنا ترى ميت هو يعني مطالبنا من الدولة ومطالبنا من مدير شرطة النجيف أن يساعد نحن ناس فقره ورجال عامل وعلى أبو أبو زواج يتزوج وهو حال حرجة يعني يعني لحد الآن الدكتور قال لحد إنشاء الله إحنا ما نعرف إحنا من أهل الدوانية وتعبانين وشونا قدام عينكم وتعبان يعني معنى الكلمة يعني